السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلنت مصادر كويتية اليوم الأربعة 17 يونيو 2020 عن وفاة أحمد يوسف بهبهاني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين في الكويت سابقا وذلك عن عمر النهزة 79 سنة وأكدت المصادر الكويتية أن سبب وفاة أحمد بهبهاني جاء جراء صراع مع المرض في الأعوام المنصرمة وقدمت التعازي إلى ذويه والأسرة الصحفية والإعلامية والاقتصادية في الكويت وقال الموذع خالد طعمة على تويتر انتقر إلى رحمة الله الأستاذ أحمد يوسف بهبهاني رئيس جمعية الصحفيين الكويتية سابقا مضيفا عرفناه بطيبته وتواضعه قبل أيام تلقينا خبر وفاة الأستاذ فيصل قناعي أمين الجمعية واليوم رئيسها وكان بهبهاني يشغل العديد من المناصب في مجال الصحفة والإعلام أبرزها لئاسة اتحاد الصحفيين العرب ووكالة الأنباء الكويتية الرسمية وحملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين رحمة الله ورحمة الله واسع